حتى لا أنسى أريد أن أختم بما قلت لكم الإيمان تعيير الإيمان كمعيار للتقييم والتقويم كيف طبعا طبعا معيار لكن الإيمان ومهم هذا العلاقة بعصنا الآن ليش هنشوف الإيمان يا أخواني من تحقق به اتخذه معيارا في الحكم عليه الآخر كيف يعني قرآن نفس بقود حولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين سبب نزول هذه الآية فيما يروي ابن إسحاب رحمة الله عليه والإمام الواخد أيضا وغيرهم وأذكره من كثير في التفسير أن الصحابة الجليل أبا أيوب الأنصاري خالد بن زيت تتعرف أبا أيوب أو مجال نبي على المدينة نزل أيش في داري صحيح نجل في دار أبا أيوب ما شاء الله كرامة الله مدفون اليوم أيش في القرصنطنية في المزول إسطنبول لازم نروح يزوره فلما نزلت الآية فيروي من ذكرت ابن إسحاق محمدي ابن يسار ابن إسحاق والواخدي أن أم أيوب زوجة سيدنا أبا أيوب رضو الله عليهم قالت له يا أبا أيوب أسمعت ما يقول الناس في عائشة الإفك إنها عائشة حاشاها وكلا قطع الله لسان الحقدة والكذبة قال سمعت وهو الكذب أفصح ما قال شوه هو كذب وهو الكذب هو الكذب بعينه برأسه ورجله إنجاز التعبير يعني بأساسه ورأسه هو الكذب يا أم أيوب بالله أكنت فاعلته أنت ممكن كنت تزلي وتلوثي فراشي قالت لا والله ما كنت لأفعله قالها فوالله لعائشة خير منك عائشة حرم الرسول عائشة زوج الرسول عرض الرسول والرسول أحسن مني وعائشة أحسن منك ليمكن عائشة أعمل قالت له صدقت فأنزل الله الآية الكريمة ولولا إذ سمعتموه والنبي ما سمحهم مش الله اللي سمحهم والله اللي قال بعدين عرف قالوا مظبوط حصل كذا كذا وأنا قلت لها هيك رضي الله عنه وعناه ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين فلذلك الله تبارك وتعالى علمنا أن المؤمن لديه هذه الحالة من التواضع كيف؟ على فكرة هي موجودة عن كل الناس بس كل حسب مقامه شفتوا؟ يعني الآن اللي حاط على عيونه هي نظارة بيضاء كيف يشوف الأشياء؟ بيضاء صافية كل حاط نظارة سوداء وشوفها إيه؟ سوداء مظبوط عنا العامة تقول وكم سمعت هذا من العامة وأنا صغير أتكلم عنه الأمين يؤمن والخائن يخول صح؟ أكبر خائن لو أحد أمين يعرفوش مباشرة نعطيه الأمن وبأمنه على عرضه وعلى ماله وعلى زره وأنت هبل ولك هذا خائن كبير يقول لا أنا لا أدري لماذا كيف خائن يعني كيف خائن عندك دليل يا أخي هذا خائن كذا كذا لا يكاد يصدقوها معقول يا جماعة تقول الله يا أخي الرجل طيب كذا لا يصدق أن الناس تخون لا تخون العرض ولا المال ولا السر لماذا تقول؟ لأنه أمين المسكين والعكس الخائن الذي لا يعرض له شيء إلا إيش غله وخانه ولا بقدر يأم النبي مثل اللي قالوا في النبي إيش غلى إيمال غنيمة وربنا برأ النبي هو مكان النبي أن يقول ما بسدق معقول الفلوس بين يديه وتحت يديه لا يوجد شيء أحد أعرف إلا الله ومعقول لا أخذ منه يا أخي حدثني لحديث غير هذا لأنه خوان وهو لما يقول لكن تعرف مباشرة أنه خوان وإياك تأمنوا على إيش على فلس أحمر لأنه لا يصدق أن الناس يكون لديه هذا القدر من الأمانة من غير رقابة فكل واحد يحكم حسب فالآن المؤمن الله قال رأيته كيف أفصرها رأيته كيف أفصر لأي أنا انتبهوا هذا ليس تفسير تقليدي تفسير بسيط لكن إيش يعني فيه جدة وفيه فائدة عظيمة المؤمن المتحق بالإيمان زي ما قلنا حقائق الإيمان هو يظن بكل المؤمنين الخير يقول لك مستحيل أنا معملا Pourquoi عملها قوي لا يعمل هك يا أخي عملها لا لا أنا معملا حيث تعملها أختي لا تعملها أختي لا تعملها مستحيل فشوف كل الناس زيه وأحسن منه وأنا معملا أشنlooking مستحيل وهذا معنى ظن المؤمنون والمؤمنين بأنفسهم خيرا فتقول لي بأنفسهم نعم وهذه كمان لفتة أخرى في القرآن ذكر المفسرون من أرواع ما يكون الله المرة تلو المرة على أقل في ثلاث مرات وضحات كتاب الله يؤكد لنا أننا كنفس أحيا الأمة وأهل الملة لازم نتعامل كأننا كيان واحد جسد واحد الله قال إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم على أنفسكم تحية من عند لله مباركاً طيباً الله قال ولا تقتلوا أنفسكم لما تقتل أخوك حين تقتل أخاك يعني كأنك قتل نفسك لأن المؤمنين نفسهم واحدة لما تسلم على أخيك كأنك سلمت على حالك فسلموا على أنفسكم ما جالت سلموا على إخوانكم سلموا على الآخرين سلموا على أنفسهم على حالك شو حالي ما هو حالك أخوك حالك لا إله إلا الله محل الدين هذا يا حسر على المسلمين اللي لأسف مش متحققين ولا بواحد من ألف من هذه الأخوة صح يا الله مش هدهم على بعضهم يا الله ما أحقدهم على بعضهم يا الله ما حرصوا من حطم بعضهم صح للأسف للأسف مش فهمين لأياتها مش فهمين أننا نحن نفس واحدة نفس واحدة كنفس واحدة فضم المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لأن نفس واحدة وأيضا كما أخذت لكم معنى الآية العميق عاد أنه إذا أنا كنت لست ممن يفعل فأخي أيضا هو ليس ممن يفعل أختي ولذلك المؤمن لا يصدق التهم ولا يحب أن يسمعها على فكرة ويا حسن حين يسمعوها عن الناس الآخرين فلان عملت فلان عمل أبحب أبحب يحزنه ذلك جدا ويميل دائما للتكذب كذب كذب لا بس صحيح هذا بهت هذا افتراء الله أكبر لا ابعدوا عن الكلام هذا لا تتكلموا لا تخوضوا افكوا مبين عكس من غير المؤمن فبقدر ما يكون إيمان ضعيف غير متحقق يخوض ويلغ في أعراض الناس بالشبهات ومن غير بيّنه لمجرد مقطع اليوتيوب أي حق يبدأ يتكلم فلان وفلان عملت وفلان سوا وفلان عمل كأب